ثم أحبائي خلينا نضيف على هذه الشهادات شهادة الكفن المقدس لا توجد أثار للتلف أو تحلل أي بقايا واضح مثل ما ذكرت أن الجسد انسل من الكفن بطريقة عجيبة كما لم يمسك الموت جسده أو يمسك من يسوع لأنه رئيس الحياة يسوع دخل من الجدران المغلقة ثم المنديل كان الملفوف حول رأس يسوع كان ملفوف موضوع جانبا الكفن أحبائي هو عبارة عن أقمشة وعطور وعندما يعني الأقمشة هي من كتان الكتان المصري والعطور إحنا قلنا أكتر من 30 كيلو اللي كان بلف الجسد وهذا عندما يجف يكون وزنه ثقيل وجد الكفن في القبر الجديد المنحوط في الصخر قبر يوسف الرامي والحنوط اللي قدمها نيقوديموس دليل آخر أحبائي تغيير التلاميذ والتحول 180 درجة حتما لقد رأوا المسيح حيا أمام عيونهم وعندما امتلأوا من الروح القدس تحرروا من الخوف تحرروا من الفشل تحرروا من الشكوك إلى الإيمان واليقين إلى الجرأة والشجاعة لم تستطع أن تقف أمامهم عواصف الاضطهاد ولا حتى بطش الرمان وخلال سنوات قليلة بقوة المحبة وصلت رسالتهم إلى ثلاث قارات دليل آخر ماذا عن صمت الأعداء وهذا يعتبر واحد من أقوى الأدلة الاضطهاد من رؤساء الدين هذا دليل مهم استمروا في الاضطهاد مثل القيافة مش بس اضطهد يسوع المسيح واستفانوس وبولوس الرسول ويعقوب أخو يحنى اللي اتقطع راسه على يد هيرودوس أغرباس الأول كلهم كان لهم ضلع في هذا الموضوع لم يستطيعوا أن يقدموا دليل واحد لعدم إثبات القيامة بل حتى حاولت اليهود والرمان أن يقمعوا رسالة التلاميذ لكنهم فاشلوا لأنها كانت مؤيدة من الله مؤيدة بالآيات والمعجزات التابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر